شو الأخبار؟ عم منيحة الحمد لله أنا كتير منيحة كنت ناطرة هيدا المقابلة من زمان وفاينالي صارت طرت من بيروت كرمال تانكيو حبيبي يعني أنا كمان كتير مبسوط فيك بشغلك ولي شجعني أكتر أنه بحب هايك الإنسان المسابر والإنسان اللي بيتوقع نجاح وبقامن فيه ولما شاحترت لك الفيديو عم بتقولي أنه أنا أي شيء بتمنى بيحصل وأنا بقامن بهذا الشيء أنه الشخص إذا بريد شيء يصير معه بوزيتف وبحطها الأنرجي بحاله وقدامه ويكون بوزيتف حتى لو ما صاري تضلوا مصرع على الشغلة فكمان أنا تشجعت أنه أتعرف عليك تانكيو لما كمان يكون ما عندك خيار تاني إلا أنك تنجاح لحتى تثبت للعالم أنه اللي أنتوا ضحيتوا كرماله أنا ما رح أخذلكم فيه لأنه التضحية ما بتجي بس من الشخص اللي هو عم يعمل النجاح أو السكساس الشخص بتجي النجاح بيجي من التضحيات اللي حوالي يعني إن كان جوزي ولا أهلي ولا أولادي لأنت بتعرف ما في شيء ما بيكون على حساب شيء تاني يعني أنا كنت فلي داديكيتد لبيتي يعني ما عندي شيء بالحياة إلا جوزي ولادي وأمي وبيه وبس ما في شيء تاني فتخيل لما بيجي شيء بياخد بارت من هيدا الاهتمام ومش بس أخد بارت أخد بارت كتير أكبر لأنه كبرت كتير بسرعة فأوكي أنا بعرف أني عم أصير معكم بس أنا ما رح أخذلكم ما كان عندي الخيار الفشل أنه أنتوا ضحيتوا كرمالي أنا ما رح أكسفكم يعني وهلأ they are so proud of me يعني هنا كتير مش شوي فخورين فيي بكل خطوة بعملة بتلاقي فيها نجاح بيتطلعوا أنه literally بدمعوا يعني ماما وبابا كانوا بحفل تعييني باليوان هون لما كنا بـ 21 مارج فبالتوك لما أنا طلعت أحكي قلت لها لماما هيدا هديت عيد الأم لأليك فكانت ماما عم تبكي وبابا عم يبكي فكان شعور كتير حلو أنا كتورجيهم أنه هيدا البنت اللي كانت مجوزة بالبيت قاعدة ما عم تعمل شي إلا تربي ولادة وانتبه أنا ما عم بخص بأنه تربيت الولاد شي كتير مهم مش أصدق أنه اللي قاعدة ببيتها عم تربي ولادة هي ما عم تعمل شي لأ بالعكس هي عم تعمل شي كتير منيح بس الإنسان لما بتجيه فرصة بده ياخدها بصير بتحس بالواجب تجيه هون أول شي بصير عليك ضغط أنه ما بديك تفشل مية بالمية هيدا بتخوفني كتير الفشل كتير بخوفني مش مشانة مشانة اللي حوالي عن جد مش مشانة أنا بعرف حالي لأنه بتصير بتقول أنه أنا عملت اللي علي أنا اللي بدي أدمه أقدمته واللي بدي أتعبه أتعبته بس أنا في ناس نطرتني لتشوف وين شا عملت فهون هيدا اللي أنا بخوفني أكتر شي مظبوط هاي المسئولية بتصير مع كل نجاح بيكبر بتصير الرجعة صعبة صحي وواحد بده يضل يستمر قلتي عن موضوع أنه المرأة اللي بتكون بتشتغل أو بتكون بالبيت وهي عندها دور إنها تربي ولادها بس بنفس الوقت بيمرق العمر هيك بتحس إنها إذا ما إجت فرصة يمكن لقت شغل أو لقت هواية بتحبها أو طموح أو حلم كانت تحلم فيه وصغيري من خبرتك قدي دور يعني شريك حياتها اللي حواليها قدي بيلعبوا دور ليحققوا له هيدا الحلم ويقولوا له معلش يفيك تعملي دور الأم بس نفس الوقت نحنا شايفينك إنه فيك تحقق أحلامك أنت كمرأة قادرة تعملي أشياء لو مش بشكل يمكن شغل طبيعي بس إنه شغل عادم نحنا معودين عليه بالشركات بس يمكن أي هواية بديك تعمليها فيه نحنا بندعمك فيها فيني خبرك أشياء أنا بعد ما حد كيتها أبدا بتكون هيدا لقلك حصري أكيد أنا تجوزت عمري 18 سنة وجبت ابني على عمر 19 بعدين جبت الشابين البقاء يا الله يسلمون وأنا أصلا يعني أنا وبالمدرسة كنت كتير شيطاني يعني المديرة والناظرة يبعتوا ورى ماما كل كم يوم حتى لما صرت صبية يعني كنت أنا اللي أعمل البرانكس بالأساتذة وبالهيدا فيمكن هيك لأنه بحبوا أهلي كانوا بالمدرسة وهيك أنه خلوني لا آخر شي انطردت انطردت أم بابا قالي ضليتك تعملي ضليتك تعملي لان طردتي ما بقى في مدرسة أم شو ما في مدرسة بعد عندي سنتين يعني كنت بالسجوند وقتها فيه ما فيه فيه أبكي وقتول بحالي بابا بدي خلص بدي كذا أم شالوني حطوني بمدرسة أنه منى بمستوى اللي كنت فيها أكيد أنا تعلمت بمدارس كتير مرتبة باللبنان يعني كان فيه الأتنادو بيروت كنت فيها النوتردام أنا وصغيرة وبعدين فتت هلأ أنت بتعرف بالحروب كانوا يضطروا الأهل يحطونا بمدارس قريبة للبيوت لأنه فجأة ينزل القصف يركضوا يجيبونا ففتحت الكل اليت وقتها ببيروت وسجلني بابا فيها لأنه كانت حد بيتنا بعدين آخر شي حطني بمدرسة أقلب كتير من اللي كنا فيها ليقصصني فأنا فتت عم بحكي كلمة فرنسية كلمة عربي تمسخروا علي البنات اللي هونيك أنه شو عم تحكيني أنه طب أنا معودة هيك بحكي خلصنا مدرسة جوزت على أساس أنه ماما قالت له لهاني لما أجا خطبني أنه أنا شو جبت أولاد ما جبت أولاد كذا أنا بيهتم بالولاد بس خليها تخلص جامعة بقى إجا هاني هاني إنسان سوبر رائع يعني عن جد بتمنى لكل بنت أن تحظى بهيك رجل جدا محترم جدا محب بشكل مش طبيعي قال له لماما قال له حجة أنه شوفي بتضل بتضحك وبتنط ومتى تروح على الجامعة هايدي بتجن فالحاصله أعدت بالبيت ما كملت إلا ما فتت على الجامعة كنت مقبولة باليسعية فوت أعمل ترادكسيون خلصت باكالوريا خلصت ترمينال إيه ونجحت على الحفة يعني مش أنه نجحت على الحفة فحاصله جوزت وجبت أولادة وقعدت بالبيت بلاشت صارت مين أصحابي أصحاب ماما اللي هن بنات خاله لبابا عم ماتي هيك حسيت خلص أنه اغتنقت يعني أنه أنا بعدني كتير صغيرة لأسمع حديث هالقدة عالم كبار تسمع مشاكلهم فلين طلق فلين تجوز فلين عمل فلين أنه لا أنا ما بدي هيك ورفقاتي وين رفقاتي خلص يعني راحوا بحياتهم اللي راحت عالجامعة واللي سافرت واللي أنا خلص صفيت أنا وماما ولادي وجوزي بس ما في حدا لابنهار إجر على البيت لأني منهارة خاصة عم ببكي وقلت له لقي لي أي شيء أعمله أنا ما بقى قادرة أقعد بالبيت أنا تعبد أنه أنا عندي potential أنا بحفر الأرض بطلع منها شغل بس أنه ساعدني وقال لي خلص أنا بوعديك أني حلق إليك شيء ويجب لي هدايا ويعمل لي أنه ليشوف أنه أنت منك بحاجة مصاري تقول له أنا ما بدي هدايا أنا ما بدي مصاري أنا أصلا فيني خاصلي أنه أنا ما بطلب من حدا أبدا 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 فوقتا كان هو يعطيني مصروفة مثل أي رجال يعني وبابا يعطيني خرجيتي أنه أنت بعدك بنتي يعني أنا بعطيك خرجيتي أوكي هادي حلوة الله يطور العمره مجوزي وبيك عم يعطيك خرجيتي خرجيتي ظلت ماشي ما توقفت أبدا أما كان ياخد هاني معه أكله على الشغل هادي القصة اللي الكلب يعرفوها أنه داقو مش داقو كان صاحب الشركة ومرته يشتغلوا بالشركة بالبوست أوفس يشوفوه شو عم ياكل يقولوله أنه شو هالأكل هالأهاني كان عنده شوية رفلو بالمعدة أعمل له أكل ما فيه دسم وبلا بهارات بهارات قليلة وكذا أنه يشموا الريحة يقولوله شي بجن أنت بخليها تعملنا إجا عالبيت قال لي ليلى عم بيقوله أنه بدون تصير تعملين أكل قلت له نعم أنا بدي أطبخ للعالم قال لي حبيبتي مش أنت عم بتقولي عبالك تعملي شي عملي أكل وبعتيلهم قلت له لا 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 مستحيل ما فيه كاميون بدأ قولي أنه ليلى أم تحتعملين لنا أكل طلعت قلت له كيف تعملون أكل قال لي خلاص أنا حأخذك على السوبر ماركت جيب غرادك جيب سحون بتبعتيلهم قلت له هون بابا سمع الخبرية ما عجبته أبدا قدي بديك مصاري أنا بأعطيك أنا بنتي بدي تطبخ للعالم قلت له بابا ما بدي مصاري ما بأحد يقول لي مصاري ما بدي مصاري أنا بدي أعمل شي أعمل شي عبي وقتي بلشت ساعتها صرت أبعتلهم جيت آخر الأسبوع قلت له مامو مامو بتعرف قدي ربحت هالأسبوع قلت لقدي قلت لعشرين دولار قلت لركدتك لها الركض وتعبتك لها التعب على عشرين دولار قلت لها يا الله ماما أنه طب ما أنا مبسوطة باللي أنا عملته قلت لس طفلي إذا أنت وجوزك قبلينين س طفلي قلت لها أوكي وبلشت بعدها بشي شهرين بدقولي بقولولي ليلى في عنا تصوير وبدنا تعملي لنا خمسة وعشرين واجبة قلت لها خمسة وعشرين واجبة أنا ما بعرف أعملهم قال لي هاني سكتي بتضبطي بتحضري كان بلش السبورت من هون بس هو ما عارف شو ناطره بعدين قمنا حضرت خمسة وعشرين واجبة وبعدتهم اللي أكلوا أخدوا رقمة وصاروا يدق أدقولي تسعين واجبة ميت واجبة بوش قالوا راي لحتى صار بلشت انعرف بالمرة اللي بتطبخ ببيتها من عند المرة عرفت بعدين خيدة الناس علي عندهم شركة بعت لهم صرت كل يوم عندهم ترينيز عندهم كذا لا بنهار قالوا لي بالمدرسة اللي كان فيها ولادة انه فضي بوست تورفيانت وما ضرور يكون عنديك شهادة تعليمية بتحكي فرنسي بتحكي انجلي بتقدمي رحت مدرسة لايك علمانية رحت فتت طلعت فيه قلت له أنا سمعت انه عندكم بوست فاضي هون بالمدرسة للا سورفيانت وانا ولادي قردي بالمدرسة فبعرف الأهل وبعرف كل شي فبحس انه هيدا البوست بناسبني قال ما فينا لانك محجبة فانا حسيت انه هيدا الفرصة الوحيدة اللي اجتني راحت ظهرت عم ببكي ومقهورة عم ببكي عم ببكي قلت يلا يا بنت كفي بالكيترينج تصرت اعمل بيرتديز عزوات افراح كل شي عم بطبخ بنهار بتمرق عمتي اللي عندي بتقلي ليلى فاتحة ومحطة طبخ اسمها فتافيت حضارية قلت له فتافيت شو هالقسم عم تضحكي علي اكيد قال له والله يا عمتي اسمها فتافيت حطيناها كل يوم نحضرها انا وهاني بالليل بنهار حطو دعاية انو اذا بتعرفي تطبخي بعتي لنا الفيديو تبعيك شو ما كان عمريك شو ما كان شكلك بتقول له هالقنازة صورت وبعتت يعني حيخدوني بكرة شفيت الدنيا بتقدم علي قال لي شو حتخسري اذا عبالك قدمي بس احنا شو فكرنا بتربح غاز بتربح برات بتربح تقم تناجر ولا خطر لي ولا كنت لا 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 مستحيل مستحيل صور لي الفيديو وبعدته هو وعم بيمنتجه بالشركة اللي كان يشتغل فيها اللي قد ترى عم بيضبط الالوان ويحط اللي موسيقى وكذا برا متطلع فيه قال له انت متأكد انه مرتك ولا مرة واقفة قدام كاميرا لا هاني هيك عم يتطلع قال له عن جد انه اجا موسيقى السيدي قال لي روحي هيخدوكي اكيد ايوه قالت له ما تقول هيك ما تأملني قال لنا شو عم يقلك بس بعدنا عشو يخدوكي يعني ما بنعرف مرقة الايام بده قولي بيقولولي فيلمك بالافلام الرابحة وحنا بعتليك كونترا فتحنا هالكونترا ممنوع صوتك يطلع بمجلة صوتك يطلع بازاعة ممنوع صوتك بمجلة ممنوع محطة تيفي صرت اضحك قال لي لي عم تضحكي قال له يعني شايفين المحطات مقبرة بعضها واقفة ناطرتني بالدور انه مين انا يعني مين انا قال لي والله ما بعرف ممت مضيت بعدها بفترة بده قولي top 20 لاب نهار قاعدة عم بحضر على التيفي وطلع انه top 10 وطلع اسمي بيناتهم والاحتفالات والهيسات والكذا فمش هون الفيلم الفيلم لما دقولي وقالت لي وقت دارين انه بدنا نمضي معي كونترا قلت لما انتو مرضين قلت لما انتو مرضين قلت لا بدنا نمضي بديك تصوري قلت لها شو بدي صور ها بدك تصوري برنامج اوز لايك نعم قال ايه بديك تجي ع دبي تصوري وبدك تعرفي انه لما نحنا نقلك في تصوير برنامج ما بتقولي بيته عائلته شي بديك خلص التزام وبديك تجي لما قالت لي بديك تجي ع دبي انا ما كنت بالبيت كنت مع زومي ع بريكفست وهاني بالبيت كان ستة ستة 2009 تاريخ ما بنسي بحياتي قامت لما قالت لي بديك تجي ع دبي knowing my family وجوزة وتقاليدنا ما في بنت بتسافر لحالة انا ببيروت ما كتظهر مع رفقاتي البنات لحالنا بالليل ولا شي يعني فدقيت له لهاني قلت له هاني دقت لي دارين وقالت لي بدي صور برنامج قال لي شو الف مبروك قلت له ايه بس قالت لي بدي اطلع ع دبي صوره قال لي دبي لا تجي منحكي انا قلت راحت ما هيقبل مستحيل وصلت على البيت قلت له ببوس ايدك هاي دي فرصة عمري اجتني مرة ما رح تجي مرة تانية الله يخليك ما تقول لا قال لي روئي طولي بالك لنشوف شو الكونتراق دي حيدفع اطولي انا بتفعلهم ما بدي يدفعولي انا بتفعلهم بليز خليني كذا وثاقبت وطلعت اول مرة هون تغيرت حياتي دي منت ودعت اهلي ماما عبطتني واش واشتني بدي انت قالت لي روحي طلعي ع المطار وما تتطلعي وراكي عملي احسن مع عنديك انا هون مع ولاديك انت ورجينا شو فيك تعملي ما تركتلي خيار اني افشل اي بس ما تركتلي خيار اني افشل انه جاوزيك عمل تنازل كبير كرمالك وغير من مبادئه انك تسافري لحالك ما فيك تفشل يعني ما في ما كان عندي خيار الا اني انجح اخر نهار تصوير كنا عم نشرب اخر فنجان قهوة ويلا عم ودعنه كل شي كان فيه صبية هندية هي لمستلمة المطبخ اسمها سوشميتا وقتا بتذكرة كتير منيح قالتلي ليلى one day you will be something قلتلي why are you saying this قالتلي انه انا اشتغلت مع كتير عالم بس ما كان في حدا مثلك mark my words one day you will be something ليلة انو شايفين الباشن متل ما المصور كمان شايف الفيديو قال له لجوزك انو هاي اول مرة بتطلع على الكاميرا صح هو قدي شايف قدي انت عم تعطي من قلبك لشغلي لحلم اتحقق حالك فيه صح يعني متل ما رحتي عند اهلك وقلتيرهم انو انا عملت 20 دولار مش مش الهدف ال 20 دولار هو صح هو الهدف انو انا عم بعمشي لقلي my own money انا كنت قبل متل ما قلت بلشت بالمدرسة مشاغبة او منجحتي مثلا ففي شي عندك بحبة تسبتي انو انا لا انساني ناجحة صح بالحيات وبده اثبت لكم فاي شي تعطوني مجال عبر عن حالي فيه رح يكون بالعكس يعني بس في الاشخاص بدنوا بس هاي الفرصة لانو اللي عملتي بالبداية كان بسيط كان بنظر الاشخاص بيكون متوقعين اكتر من شخص ينجح بس مرات بيكون شغلي صغيري بس بتعطي امل بتعطي امل وبتعطي متل تشجيع للشخص حتى لو كان العمل بسيط متل ولد صغير يعني بيرسم رسم صغيري لو غلط ما نصلح له يعني خليه ورجينا هو شو قادر يا عمو شو بيعطي نقول له برافو يعني بس لانو انت فيك تعمل تخيل الكيترينج انا من البيت هلأ بتسكر كان بيتي صغير تسعين متر البيت وما عندي مساعدة بالبيت وانا جيب الخضرة وانا جيب اللحمة وانا غسل وانا قطع وانا اطبخ وانا علب ويا ما الدليفري بوي ما يجي روح انا وصل بسيارتي الاكل تتخيل عجقة بيروت الدهر انت ورايح لتوصل الاكل ويوصل on time سخن بغاز عادي غاز البيت الفرن العادي حط صواني فوق بعض وقلب كل شوي حتى ما يحترق الاكل كتير عملت كتير اشتغلت ويمكن ما ضروري يكون هالشي اللي عملتيه كمان كان يربحك ولا ما يربحك ما كان همي يعني تخيل مرات سعر اشياء تقلي اللي جايبتلي البروجيكت تقلي ليلى حدا ببيع ساوند ويش بسبعة الاف مثلا عرفت كي تقلي خلص ما هي دول حق اغراضه مكلفك اكتر يعني تقلي شو حق اغراضه حسبي غازك صابونك وقفتيك بس كتير بحبه هيدا الشغل وبتذكره وبفتخر فيه بفتخر فيه يعني شو بدي قليك تعرف اللي بقولولك كانت مثل البلدوزر نون ستوب ليل مع نهار وتخيل عندك تلتة ولاد بيجوا من المدرسة بعد الظهر تدريس تغداية تحميم ياما ينباع الاكل كله وارجع اطبخ طبخ لا يتغدى ولادي كتير يعني عطيتها من كل قلبي قدي قديش يمكن مش كل النساء عندهم نفس السابورت من شريكم بالحيات لا اكيد انا انا بقوله وبرجع بقوله انا نوينج هاني كيف كان قبل وكيف تغير كرمالي والسابورت اللي بيعطي يعني يعني انا ادينه ادينه له بهذا الشي اللي انا وصلت له لانه كتير سندني كتير يعني انا بغيب عن البيت مرات شهر ونوص شهرين بنزل بعد عشر تيام برجع بطلع هلأ مثلا رجعت وطلعت لصور معك كان ما قلي خمسة ايام ببيروت قلت له انا طلع دبي بدي صور مع حكمتها بيقال لي يلا روحي فتخيل بيتطلع انه بلاقيني طلعت قد حالي وقفت على اجرية ثبتت اسمي اسست بيت بدبي لحالي عادة ببيروت انت بتأسس انت وشريكك مثلا ان ما تكون عم بتأسس بيت وهيك انا هون عملت بيت لحالي بتطلع بتلاقي كل شي بيت كامل طيب بدي انا عارف يعني انت من عائلة محافظة ولقيت هيدا السابورت والعقلية نفسها كانت انه انا لأ بالعكس نجاح ليلى كامرأة هو كمان من نجاحي انا يعني مش المرأة هي بس عندها دور بالبيت بس التربية والطبخ لأ عندها دور بالحياة بالمجتمع بالنجاح والرجال اذا عطاها هيدا وبده السابورت تابعه يعني كل حالة ما بتقدر لانه عندها دور تاني هو التربية فهيدا فول تايم جوب لحاله صح قدي كان عم بساعدك بالامور اليومية بالحياة بالبيت قدي الرجال مهم انه كمان يلاقي انه قدي تطلب على يعني انه بدي تكوني عم تطبخي وتضبط حالك وتهتمي بولادك وتكوني لزوجك ونفس الوقت وين عنديك وقت تلاقي مجال للعمل او للهواية شوف بالتنظيم كله بيثبط مهم تعرف انت كيف تنظم حياتك هلأ مستحيل ما يكون شي على حساب شي مستحيل يعني الانسان بالنهاية طاقة لما بتكباي عبية 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 بس لما بتعرف كيف بتعبية غير لما بتعبية عشوائيا عرفت يعني انا عندي مثلا بيتي ولادي حتى ولادي كتير انت بتعرف انا ايام الكيترينج لما كان ينطلب مني مية وخمسين لانش بوكس بالنهار مية وخمسين لانش بوكس بالنهار قبل بأسبوع يكونوا مثلا حاجزينهم ولادي كانوا يعملوا كياس الكتلري اشتريت المكبس اللي بيلحم الكيس النيلون فيعدوا محمود وطاها وهادي يحطوا الشوكة والسكينة والنابكن ويكبسوا الكيس ويجمعوا اليون بكرتونة يعني هيدا النجاح ما خلق من تعب لحالي اكيد لا وما خلق بلا تقصير اكيد لا اصرت مع اهلي انا ماما كنت كل يوم من الصبح يحمل حالي وروح لعنده هاني هو رجع عالبيت ياخدني معه نرجع عالبيت يان نام عنده حتى فأنا ماما مرات بيمرق لما بسافر شهر ما بتشوفني مرات بكون ببيروت بكون راجعة تعباني ما بقدر قوعه الصبح وروح بكير يعني لا قوعه واشرب قهوط وعم نكبر فكتير كتير غيرت العوايد اللي كنت عليا مش بيدي ومش قصدا بس هيك صار نمط حياتي هيك صار نمط حياتي وبعتذر من اهلي اذا بقصير معهم بعتذر من جوزة ولادي اذا عم أصير معهم بس بالنهاية انا عم بعمل كل هيدا الشي إلي وإلهم يعني بابا بوقفوا العلم بالسوبر ماركت بش انت أبوها لشف ليلا جوزة نفس الشي ولادي يعني محبة الناس خلوهن كلهم يعني الحمد لله المحبين كتار خلوهن يتغاضوا عن كل هالتأصيرات اللي عم أصرها ولأنهم عم بشوفوا لوين وصلت وكيف نجحت هيدا الشي خليهم انه خلص اوكي هيدا عم بتعمل شي مش عم بعمل شي والناس عم بتسيبنا عم بعمل شي والناس عم تمضح فيه وعم بتحبني لأ وفخرين فيك ويعني هيدا الوقت اللي يعني انت ضحيتي عشانه وهم ضحوا عشاني كمان أكيد يعني بالنهاية أظهر وبالنهاية نبين عن النجاح مش هيكي أنا بقول كتير بحس انه لازم ندعم المرأة أكيد زوجة لازم يدعمها لحتى هي تحقق حالها كامرأة مش بس بالبيت أكيد فالتحقيق عن جد لزوجك حبيبة يعني ولولادك أكيد قدي ساعدوك غير هيك بهالكي تيرينج بالقصص قدي معنوية يمكن قالوا لك ما بيأثر ماما نحن مشتاقين لك بس حابين نشوفك ناجحة ونحن يعني ما مدايقين انك مشغولة عنهم شو تقلين لهم بقول لهم عن جد بتشكرهم من كل قلبي على دعمهم للي دايماً وقفتهم معي بعوز مثلاً شغلي بيركدوا بيجيبوها أصارت معن أكيد أكيد يعني هيدا الشيء ما أجان ما خلق بلا تعب ما خلق بلا تقصير وبالحياة ما في شيء إلا على حساب شيء بس هيدا لقلهم كله يعني تب ليلا هيدا الموضوع كتير بهم يعني نساء كتير هلأ عم تقولي أنه ما حدا لامك ما حدا قالك أنت عم تقصري لأنه مثل ما قلتي قلتي أنه فيه تقصير يعني لازم واحد شيء على حساب شيء مستحيل ما يصير فيه تقصير مستحيل قدام ممكن الشخص ينلام أنه دورك أنت هون تربية دورك أنت طبخ دورك تقعد بالبيت وتهتم بزوجك هلأ يمكن لأنه أنا بلشت مأخر أنا بلشت كان أولادي أراد يكبره يعني الصغير كان عمره سبع سنين ما أنه كتير كبير بس الكبار يعني عندك سبعة وثلاثة عشر وسبعة عشر هايك شيء تقريبا أنت مزوجة صغير أنا مزوجة صغير هلأ إذا بتشوفني مع ولادي بتقول أختهم أو خالطهم يعني مستحيل تقول أنه أمهم ومش أنا هكذا حكي حكي العالم كلهم اللي بيشوفوني أنا وإياهم حبيبيتي السبورت اللي هني عطوني إياه أنه مثلا مرات يجو كون أنا بعدني راجعة على البيت مملح أخلص مثلا الغداء أو شيء النصاري يلا راكدي عم خلص وهيك بيقولوا ماما تسكي عادة يعني أنه ما فيها شيء حط أي شيء بناكل عبال ما تخلصي ماشي أنه من الأولاد اللي آه وما خلصت لا 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 ما عندي منهم شو بيجيك مسجات ليلى من نساء أكتر شيء إذا غير موضوع الطبخ وهيدي كيف وهي لاش أو بيقلولك برافو نجحت بس هني بتلاقي في ناس أنه بيقلولك مشاكلهم كتير بتعرف شو بيكتبولي بيقلولي أنه منحسك مستمعة جيدة أنه بتسمعي لنا أو شيء وأحلى أحلى أحلى تاكست بيجوني أنه بسببك هذا الفيديو اللي بعتلك بسببك نحنا بلشنا البزنس طبعنا هيدا أحلى شغلة ممكن اسمعها وأنا برأيي أنه ما ممكن رجالي يشوف مرة عم تنجح هلا إلا من رحمة ربي يعني في ناس مثلا هني من الأساس منهم بيدعموا أو شيء بس أنا ما بحس رجال بيشوف مرته عم تنجح وما بيسنده مستحيل مستحيل يعني عم بيشوفك عم تكبر وعم تنجح يعني أنه ما ممكن بس يمكن ما ما نفتح الفرصة يعني الفرصة ما هي ما ندعمت من الأساس الفرصة أكيد من الفترة الصغيرة أنه شو عملت 20 دولار منها شغلة أنه خل بليلك إياها وعادة بليلك إياها بليلك إياها وعادة يعني الفكرة يكسروا لك إياها من البداية ففي كومنتس أو ناس بتبعط لك ميسجز بتقول لك نحن حابين نعمل ومش قادرين نعمل كتير قولي لنا كيف نبلش بيكتبولي قولي لنا كيف بلشتي كيف منبلش that's why أنا وقتا نزلت هيدا الفيديو يعني أنا مثلا لما بلشت كنت عبي أخد مصاري من جوزي أنا ما معي مصاري أنا ما بشتغل أو خرجية بيك خرجية بابا ومصروفة من هاني بلشت فيه نشغل ولما يجيني طلبية كتير كبيرة مثلا نقول له لهاني يعطيني مصاري وبرجع لك إياها أكيد ما رجعت شي يعني بس أنت لا وهو زوجك اللي قالك أنه ليش ما بتطبخي لهم عندي بالشغل طالبين يعني هو فتح لك مجال بس هو ما عارف شو كان ناطرو من السفر ولا هيك ما كنت عارف شو ناطرو هاي دي لما بلشت قلت لك كنت هني يعني بابا وهاني هني اللي يعطوني المصاري لحتى لحتى أشتغل يعني الاتنين دعمونا وقت اللي طلعت على دبي وقتا قلت ما بدي أطلب من هاني مصاري أنه بعده عاطيني من جمعة كان عندي طلبية كبيرة وهيك رحت عند بابا قلت له بابا بدي أشتري تياب للتصوير وبدأ خلي معي مصروفة في دبي أنا قتلني ولا أتقلي طلبي مصاري فاديينت منه وقتا ألف دولار اشتريت تياب وخليت معي بوكت ماني لدبي و لما رجعت وأبضت كان لازم أفتح حساب بانك ليحولولي المصاري ضغري شلت الألف دولار وعطيت ويا قال لي لا بابا ما بدي أطلو أبدا أنا عم بشتغل بدك تعطيني خرجية بعدين أنت تعطيني بس أنا هولي اللي ديينتهم منك برجع لوني برجع لك يا هون مثل ما أخدتهم حسيت هون خلاص أنه صار في ليلة المستقلة اللي هي ما بدي أبقى لا مصروفة من جوزة ولا خرجيتها من باية أنت قلت أنه عطول تحطي شي براسك وبيتحقق قدي بتأمنى بهيدا الشي وكيف عم يتحق أنا من 8 سنين كنت قاعدة أنا وهاني 8 أو 9 سنين عم بحضر حلقاتي عفتافيت وهيكي بعدين قالبنا تيفي على أخبار ما أخبار صاروا يحطوا عن الأمم المتحدة والإغاثة والما بعرف شو طلعت في قلت له بتعرف شو هاني بحس رب العالمين لما الوحد يعطيه صوت يحكي فيه يستفيد منه ليفيد العالم قال لي كيف يعني ما فهمت عليكي طلو يعني أنا بحب بنهار إذا كبر اسمي أكتر والعالم عرفتني أكتر ياخدوني الأمم المتحدة لساعد الناس قال لي إن شاء الله ليلا قال طلو نعم طلو كيف دون يوصلوا للأمم المتحدة هاني قاله شو عم بتحكي قال لي والله لما حكيونا وقالولي أنه بدنا نعملك الأمبسدر تبعيدنا طلع فيه قال لي لا لا صييبي أنت خلاص لما هذي شو بيقولوا لها قوة الجذب أنه أنت بتفكر بشي بتجذب يعني أفكارك الإيجابية بتجذب هيدا الشي يعني مثلا بس تتقل لي أنه أنا مثلا كنت تفكر بالتيفي وبالشهرة لو الله ما بحياتي لا 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 كله هيدا اللي أنا فيه ولكن تفكر فيه بس كمان آمنت أنه أنت بتستاهل أنه الطعب ما يروح دي عان بس ولما واحد بيآمن أنه يعني ليش أنا مش ضروري يكون بس غيري اللي بينجح أنا فيني أنجح وأنا فيني يعني الأمم المتحدة يعني ليش أنا بعيدة عانا يعني أنا فيني أصلى ايه إيش اللي عنده ايه بالظبط بالظبط وشغلة تانية أنه اللي أنت دورت عليه بالأمم المتحدة أنه أي إنسان عم يعمل عمل أو عم ينشهر أو صار عنده صوت إذا بيربطوا ببيربس أو بهدف يعني بس يحط له هدف معين هدف مربوط بالعطاء أكيد مش هدف مادة يعني الهدف المادة حلو أنه بيخلي الإنسان يمكن يستمر أو يكبر أكتر بس هدف العطاء أو يعني يكون عنده قد ما هو أخذ جاء يعطي للمجتمع بالعكس بيصير أجمل الرحلة بيصير أجمل صح أو بيصير فيها أنه يعني فيها فيول مثل ما بيقولوا يعني فيها وقود للإستمرارية وأنا لقيته هذا الشيء أنه أنا أوكي بلشت عم بتسلى بس بعدين لقيت أنه طيب بس إضافة هدف على الموضوع بيجملها للرحلة صح بيخليها تصير إلى معنى معنى عندي يعني حتى لو واحد عم فكر بحاله بالنجاح بيصير معنى العطاء أنه بس أنت مثل ما هيك قلتلك أنه في أشخاص عم يتسمعون لك في أشخاص بحاجة لإلك لازم أنت تتطلع أنه بعد هالنجاح اللي عم تعمليه مش غلط أنه نحنا نلتفت للأشخاص اللي هني بحاجة لمساعدتنا بحاجة يسمعوا كلمة نصيحة صح ياخدوا من الخبرة اللي نحنا عملناها ورحتي عند الأمم المتحدة وصار عندك هدف لمسيرتك هي ساستينيبلتي أو هدر الطعام هدر الطعام فود ويست فود ويست أنه قضية نحنا منعيشها بشكل يومي ما منعرف قديم نصرف ماي قديم نصرف أكل قديم نطبخ كميات كتير كبيرة أكتر من طلبنا ومنرجع من كبة وهيك بشغلات هاي دي عادات يعني مننا عادات صغيرة يومية بس مع الوقت بتكبر وبتفرق كتير نحنا معودين أنا هيدا الشي من لما كنت صور برامج كنت كل ما كون مثلاً عم بطبخ وصفة قللهم إنه إذا بقي عندكن منها مثلاً فيكن تعملوا منها تاني يوم هيك أو هيدا من بقايا الطعام على السوشال ميديا عندي عطول بنزل هيك فيديوهات يعني بس ما خطر لي يعني كنت برومة بالفاو من شي شهرين تقريباً أنا وفايت عم ابنا الفاو نزلوا دموعي إنه أنا أنا هون وعم بحكي باسم اليونيب وست ايجيا يعني إنه مكتب بغرب آسيا حصيتها كتير كبيرة تعرف يمكن فيني شغلة إنه كل شغلة بتصير معي بحصة إنه شغلة كتير كبيرة يعني أنا قلتلك مبارح قاعدة أنا قلتلي ست ايام نزلي عبيروت خمسة ايام نزلي عبيروت لما بعدتولي إنه بدنا نصور معي حجزت وطلعت وقلت واخو إنه أنا حصور مع حكمة وهبة إنه قال لي جوزي قال لي طب بس ما أنت حدا مشهور يعني ليه مستغربة بعدني لهلأ يمكن ما شايفي هيدا الأورا اللي الناس بتشوفها حوالي يعني الحمد لله هيدا شي أنا بفتخر فيه وما عندي مشكلة فيه إنه بعدني حاسة جرية على الأرض يعني هيدا كل مرة قالتلي رفيقتي قالتلي إذا هيدا الشي ما عليك شو اللي بعليك بعد ليلى قلتلي ما بدي أعلى لما بدي أعلى رح أوقع مستحيل خليني على الأرض مثلي مثل كلها يعني سوري إنه أنا شو بيختلف عن العالم إنه أنا مشهورة وعندي فولوورز لا عادي أنا ليه بطلع مثلا لما بصور رسيبيز وببين أنا بأول الفيديو ليه بطلع ما حطة ميك أب وبتياب سوبر عادي طب هالستة البيت اللي بدا توقف تطبخ وتعرق وتتعب حتلاقيني حطت له ميك أب ورموش وضافير وعم ورجية الطبق حتقول هادي كيف تطبخ مظبوط ولا لا أي سيدي ببيت عم تطبخ كان ريليت إنه مثل ما شكل ليلة طبيعي طالع أنا شكل هيك أنا وعم بطبخ أكيد مع شوية تثبيتات يعني بالنهاية نحن اكسبوز لكل العالم فالإنسان كلمة كبير يخلي إجريه على الأرض عم قل لك إذا درجة رح تطلع وانسحبة الدرجة من تحت إجريك بتوقع بس كل ما أنت ماشي على الأرض مسطحة كل ما أنت سيف أنا برأيي مظبوط والشخص أوكي يعرف إيمة حاله بس مع الوقت مع الوقت بعد ما يكون شبع من أو اشتغل كتير على حاله للأسف أنه في ناس عكسك تماماً يعني بيكون في فراغ عندهم بس بيحترفوا الشكل بيحترفوا المهنة يعني إذا بدك ما بدي أحكي عن يعني الإنفلونسر ولك لايك ما بيحطوا على بوستات لايك اللايك قدب يعني شو حتاخد منك إفور إذا بتحتي لايك على بوست لحدا أنا عملي فولو العالم كتير يعني أكاونتاتها صغيرة وأكاونتاتها كبيرة وعادي كل حدا بعمل له لايك بيكتبولي معقول أنت حطيتيلي كومنت أنه آي مين أنا يعني أكيد بدي أحطيلي كومنت شفت شي حلو عجبني بدي أعلق عليه عادي هالأدرس ما لتطق بس لا مرات من نقول ما أنت قلت يعني في أشخاص بيستقتلوا بيستكتروا طب بس ليه ما بعرف ما بعرف أنه شو بينقص من البرستيج تبعكم أو من قيمتكم إذا أنتو بتعملوا لايك طب ما تعملي فولو بكل بساطة ما تتابعي حدا إذا أنت ما بديكتروا ليه لفلسفة فلسفة غريبة موجودة للأسف بفيه يعني فيه بعض هيك المجتمعات بالسوشال ميديا عم نحكي مش برا يعني أسلوب هو زائف وما فيه شي يعني هاي دي الإيجو والشغلات اللي أنا السوشال ميديا قديرة حتظلم ألعى وطايرة It's the social media era وما فينا ننكر بس أنت على الأرض شو عم بتعملي عم بتفلتر صور أنت إذا حطيت بين العالم شو بتحكي أنت إذا سكرت السوشال ميديا شو في بإيديك صنعة تقدر تعملي هونيك بقى هونيك الموازين المزبوطة هاي فرقت معهم لما صار الكل يحترف الفلترة هي في كتير فرقت وقبل اللي طلع بالسوشال ميديا بالبدايات كانوا بس الشاطرين ياخدوا الأنجل ويعملوا الفوتوشوب صح طب ما هلأ الأي آي خلاص يعطيك العافية هلأ بتظهرني عشرين سنة وأنا قاعدة مطرحة يعني فهوني صار المنافسة لأ إذا اللي ما عنده محتوى واللي عم يطلع بفراغ بس كان عم بيفرجي شنطة وعم بيفرجي سورة عم بمطعم مرتب ما خلاص تسقناهم هولي كلهم يعني انكشفت اللعبة يعني اللي هلأ اللي بيضل اللي عنده محتوى اللي عنده كونتنت يعني شي عم بيقدموا للعالم شي حقيقي يعني السوشيل ميديا منه شي منه حقيقي فيك اللي نطلع على السوشيل ميديا بعضهم بعض منهم هي مجرد محترفين بالتعامل مع هيدا البلاتفور يعني المحترفين بالأدت بالتصوير بهالقصص هيدا أو أنه يكون اجتماعيا عارف وين يكون مسهله الأمور شوي أكتر أو جدتوا الفرصة أنه صار ينعزم أكتر وفيكت هي أنه فيكت أنتليو ميكت بس مش ضلك فيكت كل عمرة خلص صح أو لا مكشفيت خلص شوف العالم بدي صار أنا حسب ما بشوف صراحة بدي المحتوى البسيط اللي هي كل العالم عايشته يعني أنا بنزل مثلا وصفات صعبة at some point بدك تورجي your skills أنا اشتغلت على حالي ودرست يعني ليه بدي يكون على البساطة بعدني بشتغل على وصفات صعبة وبنزلة بتجيب engagement عادي بحط صندوش لبنة أو صندوش زعتر 3 مليون 4 مليون 7 مليون وهيدا أكبر دليل أنه العالم زهقت وتعبت مين ما عمل شي بنزل أنا مني ضد انتبه السوشيل ميديا ما كان مفتوح لكل العالم وكل حداً حيلائي النقطة طبعيته اللي هو بده يشتغل عليها ما نحكر على حدا التيفي ما بيطلع إلا العالم اللي خرج تيفي بس السوشيل ميديا مفتوحة لكل العالم وما غلط لأنه في عندك كذا مستوى وكذا عمر وكذا تفكير فكل حداً حيلائي المحتوى اللي بناسبه بس خلينا نحنا نكون على الأرض شوي ونشوف لمين نحنا مين العالم اللي عم تحضرك يعني مثلاً أنا ما فيني يكون أنا بدمان الطبخ أكيد بيمرق شوية لما يكون مثلاً عندي إفنت والدزاينر يلبسني طب ما بدي أقول له thank you طب ما بالنهاية هو عم يعمل دعاية through me عم يعمل دعايته من خلالي لأنه أنا في كتير نسوين بتتابعني فيمكن حداً يلتفت نظره ويشتري من عنده فأنا بحط مثلاً شوية فاشن شوية تعرف كلنا النسوين من ضبط بحالنا أنا شوية حكيم عملي بوتوكس أو شي عادة بس أنا بالنهاية محتوى طبخ أنا ما فيني إش رد كتير عنه يعني أنا بدي نزل يعني أنا بين كل ميت وصفة بدي نزل صورة لقلة عم بتحك عم بتشرب قهوة عم شي بس أنه مش كل يوم كل يوم طب خلص كل يوم شفتك عم تحطي حمراء وكل يوم شفتك عم تشرب قهوة وكل يوم شفتك عم تمشطي شعرك وبعدين بعدين مع والله العظيم مع احترامي للكل بس أنا عم يعني أنا هلأ عم بشتغل على حالي اللي حتى بنهار يصير عندي مطعم طب أنا حتظل اللي بقتلي السوشال ميديا لا خلص ما عم بكبر وعم يطلع ناس كتير وعم يشتغلوا شغل كتير حلو بس لو دامت لغيرك لما قالت إليك مثل ما بنهار بتكون انت على القمة القمة ما بتسيع كذا حدا في حدا بده ينزل لا يطلع حدا يعود مطرحه مظبوط ولا لا أنا هايدي قناعتي بالحياة بكل شي بعمله لو دامت لغيرك لما قالت إليك بدأ تجي ناس تاخد طب انت لما تنزلي عن القمة شو بديك تعملي؟ شو بديك تعملي؟ مظبوط او إذا تغير بس الترند او تغير يعني واحد كمان بيضلوا بلاقوا طريقة لا لا بيضلوا بلاقوا طريقة يتماشوا مع الترند بس أنا هايدي الرسالة عم قولة لقلهم اعملوا شي بحياتكن عالأرض مش عالشاشة اجان يعني أنا هلأ افتحت الهالثي ميل بلان أنا وفادي الخطيب وجو فارس فتحنا دبي فتحنا بيروت هلأ أنا عم بشتغل على حالة لأستيس عم حضر بلان لجيب انفستر وافتح مطعمة أنا ما بدي ضلني بس سوشيل ميديا طب ما العالم بدي تدوق أنا شو عم حط عندي صح مظبوط عارفت كيف لا هي منا قصت مثل ما قلت إن المحتوى بس للسوشيل ميديا هو السوشيل ميديا هي محطة هي بلاتفورم بتساعدك تنشهر وتورجي شو عندك شو عندك بالزبط يعني شو عندك على الأرض فعلا صح يعني إحنا لما نصور بودكاست هوني فيه فريق عمل عم يشتغل ليل مع نهار ليل مع نهار ليل مع نهار لا يطلع على السوشيل ميديا صح مش إنه بس هيك طلعت على السوشيل ميديا صح يعني فيه شغل فيه تعب وفيه مصروف أكيد والإنسان بده يضحي وبده يشتغل شغلتان ثلاثة اللي هيقدر يستمر أو بيقولك أنت شو همك شو شو همك بتعملي ببلاش وبتلبس لا أنا مش إذا مرة حطيت أنه أنا عملت ميك أب ببلاش أنه أنا دايما عم بعمل ميك أب ببلاش لا وأنا ياما ناس بيكونوا بيقبضوا مني وبحط لهم دعاية لأني بحبهم لأني بدي ساعدهم يعني مش العالم يعني بتصير بتحس حالة أنه لأنه هلأ أنا ما بحكي عن الكونتينت كرييترز عم بحكي عن المتابعين بحسوا حالهم لأنهم بيتابعوك عندهم الحق أنه هن يعلقوا أي تعليق لو بيأذيك هيدول كتير قلال في ناس محبة كتير وبتتمنى لك الخير كأنهم بيعرفوك يعني بارح بالمطار كذا حدا شاف ليلة وحبيبتي وعيوني وبحبك وبتجنني أنه حلو بس كيف في ناس بتعطي لحالة الحق أن تحكيك حكي مزل أو تأذيك بحكي قالوا بقولوا لك شو بديك فيهم ما ترد ما فيني أنا ما بقدر ما بقدر ما يأثروا فيي كلماتهم لأن أنا بعرف حالة شو عم بعمل وبعرف حالة شو عم بشتغل وبعرف حالة شو عم قدم بيقهروني طب أنتو ما فيكن ليه؟ شو عملت لكم ولا شو أخدت من طريقكم؟ أنا شو أخدت من طريقكم؟ أو أية مثلا شافت تقولك إيه أنا كنت هيدا البروجي حكيوا معي وما أخدت وأنت أخدتي لو نصيبك كنت أخدتي لو نصيبك لو رب العالمين كتب لك ياه من الأزل أنه أنت تشتغلي ما حدا كان حياخده غيريك طب لش بتضايق من التعليقات يعني تعليقات عطول بدت تكون موجودة لأنه أنا بحس حالي أنه قد ما بقدر عم جرّي بكون قريبة منه وجرّي بكون عم ساير وعم بيدا طب ما قلكن حق ليه؟ ليه بتكن تقولولي هيك؟ قلكن حق انتبه أنا أنت النقد البناء على راسي من فوق بيحترمه وبيخد فيه وبجرّي بحسن بس اللي بده ينتقد بس طي ينتقد ويبهد لا ليه أنت ما شفت أنا شو صار أنا شو تعبت لو صلت لهون أنت ما شفت أنا ياما فيه من الخمسة الصبح لأعمل إذا ما لحقت قبل بنهار لأعمل الكيكس أخبزن لأطعن وحطن بالعلب لأبعث لأطبخ وإبعث الأكل أنا كان أيام لما يجيني كيترينج لتريني على أسبوع يطلبوا ستين أو تسعين لنش بوكس والله العظيم نهار الجمعة ياخدوا العلب يودون الجمعة هو آخر نهار أنا بقعد بالأرض وببكي أحس حالي أنه خلاص ما بقى فيه طاقة فتخيل أنت أسبوع بيتك اللي تسعين متر فاتح العلب على التخوت وعلى الكنابيات وعطاوت الصفرة لحتى تعب ما تحط شي على الأرض لحتى تعبين وتبعتون وتجي أنت آخر الأسبوع بدك تنظف البيت سبتوا أحد وحضر للتنان لأن كان ممنوع غيب خلاص تعودوا على أكلاتي وتعودوا على اللقمة اللي ببعتها يعني والله مرة كتعاملة عملية إجي تزبوني من الزبين عم تشقق علي وجايبتلي ليستة البيرتدي تبعيت بنتها شو بدها معجنات أم جوزي عيط عليها قال لها ما شايفتيها قالت الله ما فيه بدا تقوم خلاص ما فيه مجال طب هيدا شي أنا تعبت عليه كتير اللي عملته وما فيك تجي تنتقد بس لا تنتقد إلي هيدا عملتيا بهالطريقة الغلط كان لازم تعمليها هيك على رأسي وعيني وبجاوبهم هيك فوت على الكومنت سعندي بقل لها كلامك على رأسي وأكيد رح غير بس إنه شو هالمنظر أنت وشو هالعيون وشو هالشعر عشو عم تنتقدو ليه هيك بتاعلك شو قلكن معي كيف بقالو خلاص سكيب إذا ما عجبك المنظر والله عمول أنفولو بس ما تبهدلني ما تبهدلني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قال ما تبخسوا الناس أشياء ليه ليه بتكنت بخشو فيي بكل بساطة ما عجبك الله معك عمول أنفولو بس ما تبهدل أنا كتير اللي حكي بيأثر فيي يعني لأنه أنا كتير بسير العالم وكتير بحكي بأدب فما بحب حدا نيعك أم تصار فيه ستوري من ستة سنين ما شيء إيه يعني أنت بلشت من الأول أنا من الأول بلشت فتخيل أنا أيام الكيترينج أنا بلشت كيترينج بألفين وخمسة فتخيل بأيام الكيترينج أنا كيف بدي أسوي إلي حالي ما كان فيه إلا طريقة اللي word of mouth ما كان فيه عند غير أسلوب أني أسوي إلي حالي بليز خبروا فلين أنه أنا عم بعمل كيترينج لما خيي قال لي فلين قال لي أنه لأني بعطله من يؤقتله من يؤقتله من يؤقتله أنا ما عندي من يؤ قال لي قد كتابي من يؤقتله بعطيه للمنيو وحية الله أنا تاني نهار ما بعرف حالي شو بدي أطبخ بدي أكتب منيو على خمسة عشر يوم وابعته وبدك تلتزم خلص يعني قلتله بكرة كوسة يعني بكرة كوسة لو عم موت بدي أعمل كوسة يعني فيه إيه ناطرين الكوسة تعلمت التعلمت الالتزام طب كيف تعلمت الطبخ ماما حبيبة قلبي الله يطول عمري يا رب ماما ماما يعني فرق بيني وبين ماما خمسة عشر سنة بس فهي مثل رفيقتي ماما كنت ارجع من المدرسة بابا عايش بيحب الحياة ويلا ويجيب عالم على البيت وكل شي وماما تعمل الأكل كله حتى لقى الطيات وحتى كل شي فكنت ارجع من المدرسة لقيت تناجر على النار وبعدين نحن ربينا بعيلي يعني ما شاء الله بابا وأخويته 12 فتاتة تطبخ يعني أول يوم العيد الله يرحمها نفوت لعندها على البيت تناجر هيك على الغاز وريحة الطبخ لبرة نحن فايتين مبروزين وهي بفستان البيت هيقدر اللي عليه ورد 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 ولافة الوزرعة خسرة والأمطة عشعراتها مشان ما تهرب الأكل فهي دول هول اللي أنا يعني كانوا الموتيفيشن لقلي هول اللي قالوا لي أنه في شي بالحياة حلو من الطبخ وماما كانت هيك وكانت بس ما كانت تخليني يفوت ساعدها لأنه أنا شيطاني فأنا إذا بدي فوت اللي بيضة كله يصير وماما كتير يعني من اللي بتعجبك بتحضر الصفرة بيبقى الصحون مزينة ومضبطة أنا بطبخ الطبخة كتير طيبة بس بسكب وبيكل على الواقف بحط الصحن وبمشي ما بحب زبت عارفت يعني أكلك طيب بس البرزنتيشن بده حدا تاني يسويه أبعت البرزنتيشن أعمله اللي بتكن يا بس أنا طبخة كتير طيب يعني أحنا هلأ مرات بكون مثلاً أصور هاني جوزي رسام دارس الرسم فبقلي ليلى هون حطيليك عرق أخضر هون حطيليك شغلة بيعطيني هول التبس فماما علمتني وأول ما تجوزت ما كنت أخد تابرور من عنده وروحها البيت لأنه كتأكل عندك اليوم فعم رائب عم شوف قام بمرة قلت خلص اليوم بدي قعد بالبيت وبيدي أطبخ طبخت وصفة اسمها المكمورة الي هي رز مع ملفوف وبصل طلعت طعمتها تيبيك مكمورة بس طلعت مجدرة مخبوصة بريزنتيشن من نهاية لا مش هيك ما بعرف عيار الماي عيار الماي للرز تاني طبخة طبختها هي الأبوات بتعرفها الغمة الكروش ماما طلفاً طلعا البيت طلعا ماما أنا رحت عالسيبر ماركت وجبت بدي أطبخ قتلقيته أبريني شو بديك تطبخي قلتلي أبوات وسمع الطريق شو رحت عصعب شي بس طلعوا معي عالتليفون قلتلي ماما بتعملي بانيك حبيبتي أنا جبت بس اتنين بدي أتعلم واحدة قلتلي واحدة لهاني علميني مع علميني علمتني كيف أعملون إجا هاني على البيت قال لي شو الطبخة ريحة البيت حلوة قلتلي أبوات قال لي ليلى بشرفك شو طبخة قلتلي والله العظيم أبوات عفيت عالبات بخريفهم قال لي طب أنه نظفتهم خاف الزلمة قالت له ماما علمتني على التليفون لكن بتعرفي شو اللي اللي بيتعلم عند أهله أو اللي بدوق لقمة أمه الطيبة هيدا الشي ما بيقدر يكتسبه إلا ما يكون فعلا يعني أكلاتها طيبة يعني الباقي سهل نتعلمه إنه قدالي عيار وكيف نطبخ هيدا التقنية بس الزوء أو النفس ما بعرف إذا تسموها النفس نفس طبعا بس ما شرط تكون الأم والبنت يعني بس لازم يكون من طفولتك من أنت وعمتاك من عند أهليك أكيد خدت هال هيدا النفس ولما بتشوف أمك عم تطبخ لما بتشوف أمك عم تعمل هالعزيم وعم تطبخ و الورقة عنب قصدي هيدا ما بيتعلم يعني يعني اللي بيعرف يطبخ بدي يكون زوقه بالطبخ قبل ما يكون بيعرف يطبخ بدي يكون أخدها من محل صح أكيد ما عم قللك أنت لما بتشوف هيدا الشي بتخلق فيك هيدا البزري وإنت بعدين بتنميها بالأشياء التكنيكة اللي بتتعلمها بدي يكون بيعرف الواحد يدوق قبل ما يطبخ لا أكيد يعرف طعم تتمه ربيت على طعم تتم غير شكل الله يطول عمرة ويخلي أمات الكل بس آه ماما طبخة كتير طيب كلهم بالعائلة نحنا عنا بيطبخ كلهم طيب ليلة بدي أرجع يمكن هذا الموضوع هلأ فتحته معك شي مرتين ثلاثة بدي أرجع له اللي موضوع اللي بيعطولك يعني أنا بدي وصل هالرسالة إنه للي حاب تشتغل حاب تعمل تفوت بمجالك آه شو بتنصحيها شو بتقليلها حابت يعني أنت أخدتي شغلة من البيت من جوه البيت من عند أمك من الطبخ وعملتيها كارير وعملتي فيها نجاح معين يمكن فيه أشياتين يمكن فيه عالم بتحب ترسم يمكن فيه صحيح أنا عم بياخد اللي ما قادرة تكون يصحل لفرصة بالمجتمع تشتغل يمكن بشركة من قلب البيت شو اللي هيك الخطوات ويمكن يعني ما صار ظروف إنه زوجة سعادة أو أولادة يمكن دعموها بالموضوع بس هيك شويل لأنه أنا أكيد العالم حاب تسمع هذا الشيء شوف هلق بما أنه السوشيل ميديا مسيحة مفتوحة للجميع وكل حدا بيقدر يحط شيء وشو ما كبّيت على السوشيل ميديا بتلاقي فيه أودينس فيه جمهور يحضر بس اللي بديهلق عن جد تبلش شيء لو بأي مجال بتتبلش فيه بديت تميز ما فيها تكون بقى مثلنا مثل الكل يا بتطلع بشيء مميز يكسر الأرض يا أما ما بتعمل شيء خليك لأنه خلص صار فيه تخمة كميات صار فيه كتير شو بدك فود بلوجرز صار بيكون الموظف بشركة بيعمل فود بلوجر بيكون بيترك شغله وبيعمل فود بلوجر شافز شرحوا عم يتركوا أشغالا ليعملوا شافز يعني صارت السوشيل ميديا آكلة راصل كل لدرجة أنه العالم عم تتخلى عن كاريير إلى سنين بتأسس فيها لتفوت على السوشيل ميديا وللأسف صارت العالم بتنقص بالأرقام للأسف يعني يمكن يكون عندك 2-3-4-5 مليون وإنت ناجح كتير ولحظة بس هون حتى ما أنفهم غلط أقسم بالله أنه أنا ما أصدي to point at anyone أنا عم بحكي in general بالنهاية صحتان عقلب كل واحد بينجح لأنه ما حدا بينجح من ولا شيء كل حدا عم يتعب ليحط محتوى للعالم تشوفه ما حدا بيكون قاعد هيك عم يتصور بينجح لا كذب لنرجع ممكن يكون عنده أرقام كتير كبيرة ويكون على السوشال ميديا شيء وبالحياة العادية شيء تاني صح ولا لا ما في عالم بيكونوا مشهورين على التيفي ومشهورين مدروان بيجوا بيفتحوا محل بالبزنس طبعهم اللي هني كانوا عم بيسوقوا عليه على اسمه على السوشال ميديا بيفشل وفشل زريع انت بتقول ليه انا لا هلأ مفتحت مطعم شيء لل financial side على جنب انا بعرف انه الدنيا ازواء واللي انا بحبه ممكن انت ما تحبه واللي فلان بياكله انت ممكن ما بتحب تأكل منه انا بخاف المطعم يحرقني لانه الغلطة الوحدي حتكلفني مسير تسنين كله الغلطة الوحدي بتكتدرسي مضبوط مضبوط لانه العالم ما بترحمك عرفت العالم ما بترحم يعني انا وصح وانت هلأ بشهرة معينة الا غلطة بدت تكلفني كتير فالعالم تجي بتقولك هلأ اياما في عالم مثلا خليني يكون اكتر 95% من الكمنت بيكتبولي انه جربناها وكتير طيبة وبيحط صور على تطبيق الوصفة وبرجع بعمل لليشوف الناس انه عم بعمل ها بيطلع حدا واحد او اتنين جربت وبتقرف بكون الي نصف ساعة بس انا مسلا مرات منزلي الفيديو لا تشوف قديش العالم مقذية مرات نصف ساعة الي منزلي الفيديو امتى الحقتي تجربية وتقولي عنا مانا طيبة بتكون وصفة قتو او تارت او شي وصفة بده وقت طب بنص ساعة انت عملتيا طبختيا ودقتيا وقلت مانا طيبة كيف مظبوط ولا لا في شي في شي بالعقل يعني فالدنيا ازواء بالنهاية واللي انا بشوفه طيب انت يمكن تشوفه ما طيب فانا بخاف بخاف هالمطعم يكلفني اني اخسر سئة العالم او النجاح اللي انا عملته من كم سنة مع انه انا بشتغل محل فاتح ببيروت بمارمخايل عم بعمله صندوشات على المنيو عنده منك فود بلوجر بس انا مني فود بلوجر عجبتني الفود بلوجر هني هو للنقاد تبعكن لا يعني بس كم حدا شهر فيهن يعني انا لك انا بعرف حالي انه انا زوئي طيب بالاكل وانه انا شاف بالنهاية وانا صار لي من 2005 بالفيلد بس انا بعد نبحس حالي انه انا مني مخولة اني انتقد اكل ناقد الطعام بيدرس وبياخد شهدات بيتعلم على البلات تعت الفليفرز طب عوله كيف يدوق وكيف انه سوري ولد عمره عشرين خمسة وعشرين بينزل بيحمل تليفونه بيصور وبقول هيدا طيب هيدا ما طيب سوري الشف اللي واقف ميت لعام المنيو وتعبان بالوصفات تبعيته والرجال او يعني مستثمر حاطة مصرياته لا يفتح مطعم انت بدك تجي تنتقده صح انا هيدا كمان اللي بيكون عنده ارقام كبير يعني بيصير هو مشهور لانه اسلوب حلو او يمكن entertaining اكتر ورايح انت عم تعطي رأيك مش متل ما قلت عندما انك محترف بالمجال وهيدا الرأي اللي عم تعطي او طريقة انتقادك اذا ما كانت يعني بنائقة عم بتروح تهد بزنس حرام حرام يعني العالم ما بترحم ايه فلان راه دا عنده حط ريفيو مين ولا يحط ريفيو سوري مين ولا يحط ريفيو يا ما بشوف انا عالم هيك انا بستقصد بصير بروح باكل بالمطعم خي شوفي لا مش هيك مش متل ما انت قلت انا ما بقول حالي اني ناقض الطعام ابدا ابدا ماني مخولة واذا بتلاحظ انا بطبيعة الحال انا بيجيني انفتيشنز عمطاعم كتير بالفيلد يعني بالاكل بروح بصور وبحط الصور بس ما بقول شي ليه بدي اقطع له برزقته هلأ اذا كان سيء كتير اكيد لان في عالم حد روح تدفع مصاري وبعطي نصيحة بقل 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 وحطم فيه للزلم وكسر لا حرام حرام هيده رزقته قطع الارزاق من قطع الاعناق يعني حرام ليش انا بدي اجي زم فيه وانا من مخولة اذا عجبني المطعم رح ارجع عليه ورح ارجع حط صورة اني انا فيه تفهم مظبوط ولا لا بينما اذا المطعم منه طيب مش رح ارجع عليه ما حتشوفني عنده بقى خلص خلصت الدنيا والله اهين وابسط وكل ما كنت سلس مع العالم كل ما العالم بتحبك كل ما رب العالمين بيفتح لك لقلك ما حدا سيقى بعملك فود بلوغينج لقلك انتهي انه طلع من حدا المشاهير ولا لا انا جوال مردينيو اجيت لعندي عالبيت اكلت وحطت عنده ستوري انه قطيب ملوخية بتاكلها شوف انا اصحاب مع العالم كتير من الكبار بالسوشال ميديا مثل جوال متريم سعيدة هو لاصحابي وحبيبيتي وبروح لعندن بعض انا ويون بس انا ما بصور يعني ما منصور ومننزل انه خلص هيدا طلعوا بقى من حياة السوشال ميديا وعيشوا لحظات حلوة عرفت كيف انه انه نحنا قبل استمتع باللحظة اللي احنا قاعدين فيها هلأ جوال انا اول مرة اجيت لعندي عالبيت كان برمضان كنا عم نصور سبحان الله كنت تقول للعالم انه مين ما بعرف مثلا بيعرف الله يخلي كن عارفوني علي والله ما بدي لا تحط اللي ستوري ولا فيديو ولا شي بس انا بحب بحب لانه شفت كيف أسس حال وانا كنت بهيدي الخطوات ماشية بايبي ستابس عرفت ما كان حدا يوصلني لقلا لبنهار كنت عم صور كامبين لرمضان وايجيت اتصور بنفس الكامبين انا لما شفت بتعرف شو العيوني صاروا يبرق وهيك قلت اللي بدي اعزمك لعندي على الافطار وكذا عندي يعني انو مين يعني جولت تجي لعندي ليه والله بنهار كانت حتى ستوري قمت كتبت لها كومنت ريبلاي كان برمضان قلت لها طب امتى بدي تجي تأكل ملوخية عندي قال امتى انت عام ملوخية والله العظيم كانت ساعة 12 الظهر بعد لان كنت اصهر بالليل ونام 12 عش الظهر قلت لها اليوم انا عملي ملوخية قال انا جاية قلت لا اكيد عم تضحك علي اكيد مرح تجي مستحيل وطبخت الملوخية وحضرت صفرة اكيد غير الملوخية وهيك اشياء وبعدني ما مصدقة اني حشوف ها فيتي لعندي على البيت لما فتحت البيب وشفت ما بقى راسي حاملني طي معقول جيت اللي عندي قلت لي بدي جيب ماما معي لأ اكيد جيب مين ما بديك واكلت وطار عقلة يعني كتير مبسطت بالاكل انا بعرف انه طبخي طيب وبعرف لما بطبخ طبخة وما تكون كتير زابطة ما بنزلة معني بكون مصورتها وبمنتج وكل شي بس ما بنزلة لأنه انا ما بدي حدا ان ينتقد هالقد لأنه العالم بالنهاية عم تشتري وعم تحط وقتها بالمطبخ ما بدي تدعي لي كرميل فيديو عمره ما يكون برجع بصور شي تاني ذا النهار يا بتبني هاي المصدقية مع العالم يا ما بتروح عليك ما أحليك حاب حكيتك البيروتية بيروتية اوح طول لكني البيروتية العصيل الحلوة شو ما هنحكي على الأكلات البيروتية المفتأة اه المفتأة تعرفها اي بعرفها المفتأة المفتأة هي حلوة صح المفتأة هي حلوة لونا شوي أصفر مصبوط هي رز مصري مطبوخ مع طحينة وسكر وكركم عقدي صفرة اي مصبوط يا لطيف شو طيب بس ما بحطولها زيت هو السارج طبعا الطحينة لما الطحينة بتنطبخ على النار بيفصل الزيت عن بيست السمسم يعني بيصير هلا شططت اللي غيق بتصير بتمغت شوي صح شوي هي بتتاكل سخنة لا هي بيكلوها بيردي بس أنا ببلش بيكل بيكلش فيها سخنة بحبها كتير شو الأكلات البيروتية هلا شوف بلبنان مبدئيا الأكل الوصفات تقريبا كلها هي زيت بس كل منطقة بتطبخ بطريقة يعني مثلا نحنا المجدرة ببيروت بنقول عن المجدرة الصفرة اللي هي بتكون ناعمة مبروطة كأن بالجنوب بيقولوا على المجدرة اللي هي رز صح المدردرة كمان اي والمجدرة المدردرة ايها اللي فيها رز رز وعدس اي رز وعدس احنا بنقولها مدردرة بالجنوب بيقولولها مجدرة لا المجدرة بالجنوب هي المجدرة مع برغل اللي بتجي سوداء مع بصل محروف الله الله عن جد أكلنا اللبنان كتير طيب هايدي الأكلات اللي هي هلا بنحكي مجدرة هو الأكلات الشعبية والأكلات اللي رسيبي تبعها يعني ممكن تكون فعلا من حواضر البيت يعني الانجريدينس أو المكونات تبعولها ملنا غالية صح قدي انت بتنتبهي أو بتهتم بأنه تحضر رسيبي للعالم للكل يعني الكل قادرين يكون يشتروها بأشياء ملنا كتير غالية صح بتكون هيك للكل يعني مش بس لمجموعة بس قادرة أن تشتري هالأكلات هايدي هيدا موضوع كتير صعيب وبعاني فيه صراحة لأنه بتعرف أنت بلبنان قدام رأينا قصص الثورة وانفجار بيروت كتير أثرت اقتصاديا على البلد يعني مثلا وقت الثورة صرت أعمل لحتى العالم أنه كلها تكون قادرة أنها تشتري تشتري المكونات تبعيتها بس كمان بالنهاية ما فيك ترضي كل العالم يعني ساروا ناس مثلا يكتبولي أنه زهقنا من البرغل والعدس والرز والكذا بدنا وصفات تقيلة نزل وصفة تقيلة أنت وين عايش بأي كوكب يا خي طب شو بعمل طب شو بعمل أنا عم جرب مية بالمية طب أنا بس أنا المتابعين مش كلهم من لبنان أنا عندي كتير من برا بس بتطلع عالميا هلأ في أزمة عم جرب قد ما بقدر ونتبه منه موضوع هين أبدا أنه اتفادة الريسيبيز اللي هي البوجت طبعها عالي لحتى نضلنا مثلا نقدر أنه ما حدا والله ينقهر أو يغص إذا شيف وصفة إلي وكل فترة بمرئ وصفة فيها مكونات غالية يعني عرفت كيف لأنه عن جد في عالم ما بتحكي بس هي مقادرة وفي عالم بتحكي بتفش قلبها أنه أنت وين عايشة أنت عم بتسافر أنت عم تروحي طبعا أنا خيه عم سافر والله شغل يعني إذا بحط لكم كم صورة عم بتحك أو عم ببرم بمحل أنه طبيعة الحال لما تروحها بلد إلا ما تشوفش وارع أو تروح تعمل سياحة فيه صعبة أنك ترضي كل العالم بس أنا يعني كل اللي بتابعوني بيعرفوا أنه أنا بجريب قد ما بقدر أحترم هيدا الشي خاصة وقت انفجار بيروت نزلت على الأرض وصرت أطبخ وقت انفجار بيروت صارنا نطبخ العالم كتير جمعيات دعمتنا كرمال نحنا نقدر نساند هالعالم اللي تهجرت من بيوتها كانت ظروف كتير صعبة ونبعدها بالأزمة كمان للعالم مانا قادرة فعلا تشتري لحم والجاج بعدنا لها قللك شي حكمت في لحمة بلبنان ببيروت ما بقى عم بيجيبوا لحم الغنم أصلا يعني بدك لحم الغنم بدك توصيه من قبل بوقت لأنه ما بقى عم بيجيبوا لحم الغنم على الملحمة ببيعوا بس لحم بقر لأنه أرخص فيعني أجان أنك تقدر أنه تكون عم ترضي كل الأزواق اللي موجودين عندك على السوشال ميديا كمان شغلة من نهيين بس كمان الأكل اللي هو شعبة أو أكل البيت ممكن يكون كمان أكل صحي وهلثي بمعنى كمان نحل الدايت وما بنصح كيف تهتم بهيدا الموضوع قديش بيانيلي كمان قصة الكالوريز قصة الأكل اللي هو صحي يعني أنا تقريبا من 2014 عملت نزلت 31 كيلو بس كانت شو بدي إليك حبت الرز زينة على الجرام فكانه العالم اللي عم يعملوا دايت معي اطبخلهم أنا وابعتلهم أكلهم قلت اللي أنت عم تكذب هيدا منه دايت لو الله العظيم دايت ما أنا عم باكل منه أنه معقولي دايت وهل قد طيب أنه الأكل الصحي فيه يكون طيب والدليل الشركي اللي عملناها فيتكالت بدبي وبلبنان عم نعمل أكل عم نعمل أكل كتير طيب للضايت ومع كالوريز يعني كل شي محسوب فمش ضروري إذا فيه سمن ودهن وزيوت يكون طيب لا فيه يكون هالثي منكه بالأعشاب منكه بالبهارات ويطلع كمان أكل طيب وهلثي طيب أيا بيكلف أكتر إذا واحد عامل دايت ولا واحد مش عامل دايت حسب أنت شو بدك تاكل لا لأنه فيه ناس بيقولوا الهالثي بيكلف أكتر من الأكل اللي مش هالثي هلأ شوف إذا أنت بدك تستعمل مثلا الرز الأصمر بدل الرز الأبيض هن نفس بس الأصمر سعره أغلى عقولت جوزة بقلي أشروا لنا الرز وزبطوه وهيدا وأنت بديك تاكله بقشروك أنه كيف روحتين ومتعبون لأنه فيه فايبرز أكتر وهيكي فالرز الأصمر إذا أنت بدك تجيب كينوة مثلا بدل البرغل طيب ما الكنوة أغلى من البرغل فهمت عليه بس ما يعنيت البرغل ما مفيد هي الكميات البرغل كتير منيح كتير مفيد البكويت القمح الكامل هيدا كله مفيد كتير نحنا هيدولي موجودين عندنا نحنا بنسلق كاست القمح ومناكلها سنينية أو هيدا يعني عندنا أشياء كتير مغزية ومفيدة وبنفس الوقت سعرها كتير مقبول حسب أنت شو بدك تاكل بدك تاخد البروتين بيض أو علب التونة أو صدر الجيش ولا بدك تاخده أريديس أو صومو صح ولا لا تفرق تفرق هي بس شوية زكا بتويكينج الريسيبيز طيب أولاك وبيطلع عندك شي كتير طيب أو خضرة هي بس كمان فكرة أنه نحن الفات أو الدهن بنصح في كتير أشخاص بيشتغلوا على موضوع الكيتو دايت وأنه لا بالعكس إذا أنت بتاكل لحوم وفات ما بتنصح هو الكارب اللي بنصح يعني هلا الكارب الكارب أصلا إذا تاخد بكمية قليلة مفيد لازم يكون فيه كارب بالضايت طبعك أنك تاكل مقلك للوقت ماشي منيح والأكل بالاعتدال هو الأكل المزبوط يعني أنت شو طابق يخني بالبيت كاسة يخني نصف كاسة رز تشبع مع صحن سلطة وخلصيت إحنا بنحط مع رغيفين خبز أنا بتعرف أنه أنا كتير قليلة أكل خبز مع أن بموت عليه بس مثلا قدي طيبة الملوخية مع الرز حر وحامض وفجل برغيف الخبز تغرفه وتأكل ما في أطيب منه مضبوط أنا بأكلها بالشوك ما هيو يشوف الخبز عادة هي الخبز عادة يعني زي بتلاقي نحنا بشكل عام الوطن العربي بناكل كتير خبز بس هي العلاقة أنه هيك بطفولتنا وسببها هو يعني النقص المادي لأنه لا يشبعوه هالعائلة كيف بدأت تشبع إذا بجيب لهم لحمة وكارثة وهيدا ويخني ما بيشبعوا ما بيتكلف يعني يوميا بتكلف بدون لازم يحط له الربطين الخبز معها يعني لا يشبع مظبوط كلامك مية بالمية مية بالمية يعني أنا بشوف كتير عالم مثلا مع كارونا تيتا الله يرحمها بس بش أنه يعني الحمد لله كانوا ميسورين بس أنه من حبها للخبز مظبوط مع كارونا بلحمة تحطها بالخبز وتاكلها أنا أتطلع أنه تيتا شو عم تاكل نحنا لا بالشوكة المحشي بيلفوها بالخبز وبياكلوها عادة هاي دي عادة مظبوط عادة عادة من طفولتنا ما هي تعوضنا عليها بس هي طيبة ما هو يبقى إذا الأكل يعني موجود على الطاولة بفي حده صحن زيتون ورغيف خبز يعني خلص الصحن مش بعد في كف زيتون وخبز ودبس طب اللوبي بالزيت قديه طيبة بالخبزة أنا بيكلها بالشوكة أنا كل شغلي بالأكل يعني أنا إذا ما بنتبه بصير يا لطيف متطر أن ننتبه ما عندي غير حال مرات بعمل قالب الكيك مثل ما هو بيقصوه بيكلوه أنا والله مبدوء منه هرهورة وما بيقول خلص أنا ضايقته وبعرف شو طعمته خلصنا هو السكر أكتر شي بحسه أنه مئزي صح طيب نحكي هيك الرجال بحبطنه أكيد طيب قديش كمان إذا الرجال بس بحبطنه يعني جاي بده يلاقي المرة محضرت له الصفرة والأكل ومهتم بحالة ومهتم بالولاد ومنطفي البيت ومنطفي كل بضبط الوضع كله يعني دي برشير بتلاقيه على المرة أكيد طبعا لأنه شوف المرأة الرجال عنده تاسك واحد اللي هو يروح على الشغل ويجيب مصاري المرأة عندها البيت والولاد وحياتها الاجتماعية اللي ما لازم ما لازم تهمله لأنه لوحدة إذا ما بتظهر وبتشوف عالم وبتخطلط بتنطوي على حالة بتعمل اكتئاب بعدين تهتم بحالة أو تهتم ببيتها بولادها الرجال بيجي آخر نهار بده يأكل لا حبيبي لا يا عمو وما بصير يعني أنا مرات أيامة بيجي هاني على البيت بكون أنا مثلا كان عندي شغل نهار هلا أنا بطبخ كل يوم كل يوم وهاني كيف بده يجي يلاقي غدا كل يوم بالبيت بده يجي يلاقي كيك مع النس كفاة الصبح مع القهوة ما بنا نقول براندز مع القهوة الصبح فأنا بعمل الكيك يكون كيف فيه خبز بالبيت فيه كيك بالبيت كيف ما جيت لعندي بس كمان أنا بيجي بيجي على البيت بقوله إنه سوريا ملحق تطبخ يلا عملنا أنت البنة الربياتة طبعيتك هاني بيعمل البنة الربياتة كتير طيبة فبيفوت هاني على المطبخ وبيعمل البنة الربياتة وأنا بيكل من اللي هاني عملها بكون أنا ملحق تطبخ بس أنا إيه بيهتم بحالي وأكتر شي تعلمت أني اهتم بحالي أنا من طول عمري يعني بقوم الصبح بغسل بيلبس طيب ما بقعد بالبيجاما بالبيت بيلبس طيب حتى بيلبس الشوز بحط كونسيلر مسكرة بلاش وبقعد بالخلص أنه أنا بالبيت بس أنا مرتبة زادت عندي هايدي الشغلة بالكورونا وقت الكورونا قلت إذا حقعد بالبيجاما ومنكوشة ومدبرسة رح رح فوت حيطان قوم من الصبح البس طيب بأعمل شعري وحط شوية هيك ميك أب على الخفيف قوم بقى شو قاعدين عم نعمل عم نطبخ كل النهار ونعجن ونخبز ما ضل شي ما عملنا بالكورونا ف صدقوني اللي بتهتم بحالة بأقل التفاصيل بالتيابك اللي عندك قوم الصبح دوشة زبط شعريك لوم حجبة أنت بالبيت حط شوية ميك أب على وجيك وفوت يطبخي قد ما بديك وحيات الله نفسيتها لوحدة بتتغير لأنه ما حدا بيعطيك حقك قد ما أنت بتعطي حقك لحالك ولا حدا أنت أعطي حقك لحالك بصيره الكل بيفرضه أنه تحطي يعني أنك تكون أنت برايوريتي يعني بس هالقد ليلا قدي أنت طبيعية أنا سوبر قدي مبسوط فيك عم تصبع حكياتي عن جد يعني كتير مبسط فيك أنه جيت على البودكاست بتشكرك أنك جيت من لبنان والله أنا أنا كتير مبسوطة أني جيت أنا بتعرف في أشياء مرات بتحب توصلها للعالم ما بتقدر توصلها بطريقة مباشرة هيك معك أنت وصلناها وإن شاء الله الله يحقق كل حلم لأي شخص عم يحلمه ما في أحلم من النجاح وأجان ما في أصعب من أنك تحافظ عليه مضبوط ومن شانه هيك بفروض كلنا ندعم وكلنا نساعد بعضنا ضروري ونوقف حد بعضنا وأي فكرة صغيرة مثل ما بلشت من العشرين دولار معيك بالأسبوع بالأسبوع نتبنيها لأنه هي فكرة أمل أو فكرة حلم لشخص حابب يعبر عن حاله صح حابب يلاقي نفسه يلاقي طبوحه يطلع من يمكن كلمات كان يسمعها أنه أنت إذا منك ناجح أو ما فيك تعبل نعطيه أمل أنه لأ برافو شو ما كان الشغل صغيري ما نتطلع بالعمل نفسه وأنه نتطلع بالهقب أنه الشخص قام بهالشي صح تحرك فكر ومجرد ما الإنسان يحط برأسه أنه بده ينجح بيفرض نجاحه عكل العالم حتى اللي كانوا عم بعدوا خلص تفرض حالك مستحيل أنت منك موجود يعني فخلص مجرد ما توصل قول الله إن شاء الله شكرا لك شكرا لك يا أهلا شكرا لك شكرا لك